اشتركوا في القناة ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم لما نسمع نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين يقول المصنف رحمه الله حرف التاء تلا يتلو له معنيان قرأ وتبع تقوى مصدر مشتق من الوقاية فالتاء بدل من واو ومعناه الخوف والتزام طاعة الله وترك معاصيه فهو جماع لكل خير تاب يتوب رجع توبة وتوبة فهو تائب وتواب كثير التوبة وتواب اسم الله تعالى أي كثير التوبة على عباده وتاب الله على العبد ألهمه التوبة أو قبل توبته تباب خسران وتب خسر تبار هلاك ومنه متبر أترفوا أنعموا والمترفون المنعمون في الدنيا هذه كلها يعني واضحة المعاني ولذلك يعني لا نريد أن نقف إلا عندما يحتاج إلى وقف حرف الثاء ثمود قبيلة من العرب الأقدمين ثوا في الموضع أقام فيه ومنه مثوى ومنه القراءة لنثوينهم من الجنة غرفا نعم ثبور هلاك ومنه مثبورا ودعوا هنالك ثبورا أي صاحوا وهلكا ثمر ما يؤكل مما تنبت الأرض ويقال بالفتح والضم وقد قرئا بهما ثمر وثمر نعم ثقفوا أخذوا وظفر بهم ومنه فإما تثقفنهم في الحرب ثاقب ثاقب مضيء ثم بالفتح ظرف وبالضم حرف عطف يقتضي الترتيب والمهلة وقد يرد لغير الترتيب كالتأكيد وترتيب الأخبار نعم مثل قوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب فإيتاء موسى الكتاب كان قبل هذه الوصية انتبهتم؟ كان قبل هذه الوصية نعم فهذا يدل على أن ثم قد تأتي ليس للظرفية نعم تأتي لترتيب الأخبار نعم نعم حرف الجيم جعل لها أربعة معان صير وألقى وخلق وأنشأ يفعل كذا من ألقى ذكروا مثال إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية قالوا معناها يعني جعل الذين يعني ألقى في قلوبهم ألقى الذين كفروا في قلوبهم الحمية الكفر إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية جعلوها أو ألقوها في قلوبهم نعم جناح جناح الطائر معروف وجناح الإنسان إبطه ومنه واضمم إليك جناحك ولا جناح لا إثم فمعناه إباحة وجنح للشيء مال إليه وإن جنح للسلم فاجنح لا آذى منها لا جرم لا بد ولا محالة وتأتي بمعنى حقا اجتبى اختار جدال مخالفة ومخاصمة واحتجاج تجأرون تصيحون بالدعاء جواري جمع جارية وهي السفينة أجرم فهو مجرم له معنيان الكفر والعصيان وهي ترجع لمعنى جرم بمعنى كسبة أجرم ترجع لمعنى جرم بمعنى كسبة جنة الجنون وقد جاء بمعنى الملائكة في قوله تعالى ولقد علمت الجنة أنهم لمحضرون جان له معنيان الجن والحية الصغيرة الحية الصغيرة في قوله مثل جنة بالفتح البستان وبالكسر جنة الجنون وبالضم الترس وما أشبهه مما يستطر به ومنه استعير أيمانهم جنة بالضم اتخذوا أيمانهم جنة مثالوا يعني نعم جاثية أي على ركبهم لا يستطيعون القيام مما هم فيه وقوله حول جهنم جثية أو جثية جمع جاث الجرز الأرض التي لا نبات فيها جاثمين باركين على ركبهم جبار اسم الله تعالى له معنيان قهار ومتكبر وقد يكون من الجبر للكسير وشبهه والجبار أيضا الظالم إذن هو يستعمل أيضا في الجبر يعني تقول جبر الله كسرك جبار جبار له استعمال آخر غير الجبار بمعنى الكهار نعم أجداث قبور جزاء له معنيان من الجزاء بالخير والشر وبمعنى أغنى ومنه لا تجزي نفس عن نفس شيئا وأما أجزأ بالهمز فمعناه كفا جرح له معنيان من الجروح وبمعنى الكسب والعمل ومنه جرحتم بالنهار واجترحوا السيئات ولذلك سميت كلاب الصيد جوارح لأنها كواسب لأهلها جنب له معنيان من الجنابة وبمعنى البُعد ومنه عن جنب حرف الحاء حمد هو الثناء سواء كان جزاءً على نعمةٍ أو ابتداءً والشكر إنما يكون جزاءً فالحمد من هذا الوجه أعم والشكر باللسان والقلب والجوارح ولا يكون الحمد إلا باللسان فالشكر من هذا الوجه أعم إذن الحمد من وجه يكون أعم والشكر من وجه يكون أعم كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضميرة المحجبة فالحمد يكون من وجه أعم والشكر يكون من وجه أعم كما بيّن حميد اسم الله تعالى أي بمعنى محمود فعيل بمعنى مفعول حكمة عقل أو علم وقيل في الكتاب والحكمة هي السنة حكيم اسم الله تعالى من الحكمة أو من الحكم بين العباد أو من إحكام الأمور وإتقانها حليم الحلم العقل وقد يقال بمعنى العفو والأحلام العقول والحليم من أسماء الله تعالى قيل الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه وقيل معناه العفو عن الذنوب وأحلام النوم ما يُرى في المنام حبط بطل وأحبطه الله أبطل حنيف مسلم وموحد لله وقيل حاج وقيل مختت وجمعه حنفاء أصل كلمة الحنيف هو المائل فيقال الحنيف المائل عن الشرك إلى التوحيد نعم هذا الحنيف بالنسبة للموحد يعني الأحنف هو المائل محصنين ومحصنات الإحصان له أربعة معانٍ الإسلام والحرية والعفاف والتزوج وليحصنكم من بأسكم يقيكم حجة بالضم دليلٌ وبرهان وحاج فلان فلاناً جادله وحجه غلبه بالحجة والحج بالفتح والكسر القصد ومنه أُخِذ حج البيت وحجة بالكسر سنة وجمعها حجج قال الشيخ الشنقيطي الحج هو القصد إلى معظم القصد إلى معظم هكذا حطة أي حط عنا ذنوبنا وقيل كلمةٌ بالعبرانية تفسيرها لا إله إلا الله حضر بالضاد من الحضور ومنه محضرون وشربٌ مُحتضر وبالضاء من المنع ومنه وما كان عطاء ربك محضورا وكهشيم المُحتضر وبالذال من الحذر وهو الخوف ومنه إن عذاب ربك كان محذورا حفظ العلم وعيه وحفظ الشيء حراسته والحفيظ اسم الله تعالى قيل معناه العليم وقيل حافظ الخلق كالئهم من المهالك حاق بهم أي حل بهم حبلٌ من الله ومن الناس أي عهد وحبل الله القرآن وأصله الحبل المعروف حسب بكسر السين الظنة مضارعه بالفتح والكسر وحسب بالفتح من العدد ومضارعه يحسب بالضم ومنه الحساب والحسبان وحسبانًا من السماء أي مرام وإحداها حسبانًا واحد وحسبانًا في نسخة ولا لا واحد وحسبانًا نعم حساب من الظن ومنه العدد وبغير حساب يحتمل الوجهين وأن يكون من المحاسبة أي لا يحاسب عليه ومن التقدير أي بغير تضييق وعطاءً حسابًا أي كافية حسيب اسم الله تعالى فيه أربعة أقوال كافٍ وعالمٍ وقادرٍ ومحاسب حسبك الله أي كافيك فيه أربعة أقوال كافٍ وعالمٌ وقادرٌ ومحاسب على الرفع نعم كافٍ وعالمٌ وقادرٌ ومحاسب حسبك الله أي كافيك حزن تأسف على ماضٍ أو حال والخوف توقعٌ في المستقبل ويقال حزن بكسر الزاي وحزنه غيره بفتحها وأحزنه أيضاً حصير محبسٌ من الحصر وأحصر عن الشيء حبس عنه وحسير بالسين كليل حصيد هو ما يحصد من الزرع وغيره واستعير منه قائمٌ وحصيد أي باقٍ وذاهب حميم له معنيان الصديق والماء الحار محيص مهرب حجر له أربعة معانٍ الحرام والعقل ومنازل ثموت وحجر الكعبة الحرام مثل إيش في قوله وقالوا نعم هذه أنعام نعم حرثٌ حجرٌ لا يطعم والعقل مثل إيش قوله تعالى هل في ذلك القسم الذي حجر نعم الحجر يعني العقل نحن نريد أن نأتي على كل ما ذكره المصنف لأن الوقت يعني ضاق علينا فلذلك يعني نترك أشياء لأنها معلومة لديكم نعم حمل بكسر الحائي ما على ظهر الدابة وغيرها ويستعار للذنوب وبالفتح حمل في بطن ما في بطن المرأة وجمعه أحمال إحسان له ثلاثة معان فعل الحسنات والإنعام على الناس ومراقبة الله تعالى المشار إليها في قوله صلى الله عليه وسلم الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى حق له أربعة معان الصدق والعدل في الحكم والشيء الثابت والأمر الواجب والحق اسم الله تعالى أي الواجب الوجود الصدق مثل قوله تعالى فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق يا ربي والعدل كقوله تعالى فاحكم بينهم بالحق نعم والشيء الثابت كقوله تعالى يجادلونك في الحق بعدما تبين يعني الشيء الثابت الذي تبين لهم وهو القتال تفضل حاصب حاصب ريح شديدة سميت بذلك لأنها ترمى بالحصباء أي الحصى والحاصب أيضا الحجارة حلية حلي حرج ضيق أو مشقة حول له معنيان العام والحيلة وحول بكسر الحاء انتقالا حرث الأرض مصدر ثم استعمل بمعنى الأرض والزرع والجنات حس بغير ألف قتل ومنه إذ تحسونهم وأحس من الحس حرم بضمتين محرمون بالحج حقب بضمتين وأحقاب جمع حقب وهو مدة من الدهر يقال إنها ثمانون سنة حف الشيء بالشيء أطاف به من جوانبه أي أحاط به ومنه وحففناهما بنخل والملائكة حافين حل بالمكان يحل بالضم والكسر وحل من إحرامه يحل بالكسر لا غير حطام فتات والحطام ما تحطم من عيون الزرع اليابس حرف الخاء خلق له معنيان من الخلقة ومنه الخالق اسم الله والخلاق وخلق الرجل كذب ومنه الملائكة حافين هنا يعني يوجد خطأ حقيقة ومنه الخالق اسم الله الله خالق وكل شيء لو تعدلوها ومنه الخالق اسم الله الله خالق وكل شيء الزمر 62 ومنه الخالق اسم الله والخلاق وخلق الرجل كذب ومنه الله خالق كل شيء واختلاق أي كذب لا ومنه الخالق اسم الله الله خالق كل شيء يأتي بعدها كل شيء ثم والخلاق وخلق الرجل كذب ومنه اختلاق نعم خلق له معنيان من الخلقة ومنه الخالق اسم الله الله خالق كل شيء وخلق الرجل كذب ومنه اختلاق أي كذب خلاق نصيب خير ضد الشر وله أربعة معان العمل الصالح والمال والخيرة والتفضيل بين شيئين خلا له معنيان من الخلوة وبمعنى ذهب وتقدم ومنه أمة قد خلت خطيئة ذنب وجمعه خطايا وخطيئات والفعل منه خطيئة فهو خاطئ وأما الخطأ بغير عمد فالفعل منه أخطأ إذن أخطأ مخطئ فهو مخطئ أخطأ فهو مخطئ بخلاف الأول خطئة فهو خاطئ وأخطأ فهو مخطئ في فرق بينهما الأول الذي تعمد الخطأ والثاني الذي لم يتعمد الخطأ خاسئين مطرودين من قولك خسئت الكلب ومنه إخسأوا فيها بفتح الخاء وإسكان اللام له معنيان وراء ومن يخلف سلفه بشر فإذا خلفه بخير قيل بفتح اللام خلف نعم يعني يفرقون بينهما بين خلف وخلف يقولون الخلف هو إيش ما يدل على الشر فخلف من بعدهم خلف أي أضاع الصلاة طيب وأيضا قول زهير ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجربي هكذا والخلف خير خلف لخير السلف وبعضهم يجعلها واحدا والله أعلم نعم خلاف له معنيان من المخالفة وبمعنى بعد أو دون بعد أو دون ومنه بمقعدهم خلاف رسول الله أو خلف رسول الله نعم خول أعطى خلّه أعطى وملكه أعطى وملكه خوله أعطاه وملكه وتركتم ما خولناكم نعم خلّه بضم الخاء مودة ومنه الخليل وجمعه أخلّاء الخلّة هذه أعلى مرتبة في المحبة وهو الذي تتخلّل محبته شغاف القلب خلال له معنيان وداد ومنه لا بيع فيه ولا خلال وبمعنى بين ومنه خلال الديار وخلالكم خرّ يخرّ سقط على وجهه خامدون هالكون وأصله من خمود النار خطب خبر والخطب أيضا الأمر العظيم وخطبة النساء بالكسر وخطبة الخطيب بالضم خرّاصون كذابون ومنه يخرصون والخرص أيضا التقدير وقيل إن يخرصون منه أن يقولون بالظن من غير تحقيق خبال شر خوّان كثير الخيانة مختال من الخيالاء ختّار غدّار من ختر العهد يعني كلما عاهد نقض عهده والخطر أتم الغدر وأبلغه مخمصة من الخمس وهو الجوع أخدان جمع خدن وهو الخليل خراج أي أجرة وعاطية حرف الدال دين له خمسة معان الملة والعادة والجزاء والحساب والقهر أدنى له معنيان هذه الخمسة هذه ترجع كلها إلى معنى الانقياد والذل ترجع إلى معنى الانقياد والذل نعم أدنى له معنيان أقرب فهو من الدنو وأقل فهو من الدني الحقير دأب له معنيان عادة وجد وملازمة ومنه سبع سنين دأبا متتابعة للزراعة من قولك دأبت على الشيء دمت عليه دار السلام الجنة دوائر صروف الدهر واحدها دائرة ومنه دائرة السوء دعاء له خمسة معان الطلب من الله والعبادة ومنه تدعون من دون الله والتمني ولهم ما يدعون والنداء وادعوا شهداءكم والدعوة إلى الشيء ادعوا إلى سبيل ربك تلاحظون أن المصنف أحيانا يأتي بأمثلة لكل لكل معنى من المعاني وفي الأكثر لا يأتي بمثال نعم دابة كل ما يدب على الأرض فتعم جميع الحيوان كما قال تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها يعني نعم دحور إبعاد ومنه المدحور المطرود دعاء بتشديد العين يدعو أي دفع بعنف ومنه يدعو اليتيم ويدعون إلى نار جهنم دعاء دراء دفع ومنه ويدرؤون مدرار من در المطر إذا صب داخرين صاغرين دكت الأرض أي دقت جبالها حتى استوت مع وجه الأرض ومنه جعله دكا أي مستويا مع الأرض حرف الذال ذكر له أربعة معان ضد النسيان والذكر باللسان والقرآن ومنه نزلنا الذكر والشرف ومذكر مفتعل من الذكر نعم الشرف في قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك فيه ذكركم وأيضا وإنه لذكر لك ولقومك نعم نعم فضل ذنوب بضم الذال جمع ذنب وبالفتح ذنوب النصيب ومنه ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم أي نصيبا من العذاب والذنوب أيضا الدلو ذبح بكسر الذال المذبوح وبالفتح ذبح المصدر أو ذبح ذرأ خلق وأنشأ ذلول مذللة للعمل من الذل بكسر الذال ومنه وذللناها لهم ورجل ذليل من الذل بالضم وذللت قطوفها أي أدنيت وذللت قطوفها أدنيت أذقان جمع ذقن حرف الر رب له أربعة معان الإله والسيد والمالك للشيء والمصلح للأمر ريب شك ومنه ارتاب ومريب وريب المنون ومنه ارتاب ومريب وريب المنون حوادث الدهر رجع يستعمل متعديا بمعنى رد وغير متعد والمرجع اسم مصدر أو زمان أو مكان من الرجوع رعى له معنيان من النظر ومن رعي الغنم من النظر تقول رعيت الأمر يعني نظرت إلى أيها لا تقول رعنا وقول انظرنا نظرت إلى الشيء بحيث أنك راقبته ورعيته نعم روح له أربعة معان النفس التي بها الحياة ويسألونك عن الروح والوحي ينزل الملائكة بالروح وجبريل نزل به الروح الأمين وملك عظيم تنزل الملائكة والروح وروح بفتح الراء رائحة طيبة والريحان الرزق وقيل الشجر المعروف تنزل الملائكة والروح المقصود به جبريل وهو يقول ملك عظيم لكنه المقصود به جبريل صحيح ركام بعضه فوق بعض ومنه مركوم فيركمه رجاء طمع وقد يستعمل في الخوف ومنه لا يرجون لقاءنا رجال جمع رجل وجمع راجل أي غير راكب ومنه يأتوك رجالا ومثلا رجال رجال جمع رجل وجمع راجل أي غير راكب ومنه يأتوك رجالا ومثله بخيلك ورجلك رفث له معنيان الجماع والكلام بهذا المعنى الكلام بهذا المعنى يعني ألف صح بما يجب أن يكنى عنه من ذكر النكاح رجز عذاب إلا والرجز فهجر فهي الأوثان والرجس بالسين النجس حقيقة أو مجازة وقد يستعمل بمعنى العذاب رهب خوف ومنه يرهبون رؤوف من الرأفة وهي الرحمة إلا أن الرأفة في دفع المكروه والرحمة في دفع المكروه وفعل الجميل فهي أعم من الرأفة مرضى مفعلة من الرضا راسيات ثابتات ومنه قيل للجبال رواسي ومنه مرساها أي ثبوتها رغدا كثيرا ربوة مكان مرتفع ربا هو في اللغة الزيادة ومنه ويربي الصدقات وربت الأرض انتفخت أرحام جمع رحم وهو فرج المرأة ويستعمل أيضا في القرابة الرحم هو بيت منبت أو منبت الولد ويعاؤه ويعني ما ذكره بأنه فرج المرأة غير دقيق نعم كما يعني علق عليه المحقيق نعم أرجه أخره ومنه ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومرجأون ويجوز فيه الهمز وتركه ومرجأون نعم قرئ بهذا رأى من رؤية العين يتعدى إلى واحد ومن رؤية القلب بمعنى العلم يتعدى إلى مفعولين كما يقولون رأيت الله أكبر كل شيء رأيت الله أكبر كل شيء نعم تربص انتظر رفات فتات أرذل العمر الهرم والأرذلون من الرذالة رقى من الرقية بفتح القاف ومنه وقيل مراق ورقية في السلم بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل أرداكم أهلككم والردى الهلاك ومنه لتردين وتردى رجفة زلزلة وشدة حرف الزاي زبر بضمتين كتب والزبور كتاب داود عليه وعلى النبي صلاة والسلام يعني الكتاب المزبور وغلب على صحف داود عليه السلام يعني الزبرة القطعة من الحديد والجمع زبر آتوني زبرة الحديد وقد غلب على صحف داود عليه السلام نعم نعم والزبور الكتاب المزبور يعني نعم زخرف زينة والزخرف أيضا الذهب زكاه له في اللغة معنيان الزيادة والطهارة ثم استعمله الشرع في إعطاء المال وهو من الزيادة لأنه يبارك له فيه فيزيد أو من الطهارة لأنه يطهره من الذنوب وزكيت الرجل أثنيت عليه وزكى هو مخففا أي صار زكيا زوج له ثلاثة معان الرجل والمرأة وقد يقال فيها زوجة وبمعنى الصنف والنوع ومنه أزواجا من نبات ومن كل زوج كريم زل له معنيان زل القدم عن الموضع وفعل الزل فعل الزل في قوله تعالى فأزلهم الشيطان عنها يعني أوقعهما في الزلة أوقعهما في الزلة اللي هي خطيئة نعم زاغ عن الشيء زيغا مال عنه وأزاغه غيره أماله زلفا قربا وأزلفت قربت وزلفا من الليل ساعات زعم أي ادعى ولم يوافقه غيره قال ابن عباس رضي الله عنهما زعم كناية عن كذب زعيم ضام يزجي يسوق زلزلة الأرض اهتزازها وتستعمل بمعنى الشدة والخوف ومنه وزلزل زجرة واحدة صيحة بمعنى نفخة الصور والزجرة الصيحة بشدة وانتهار وازدجر من الزجر حرف الطا طبع ختم والخاتم الطابع والخاتم الطابع على قراءة خاتم وخاتم النبيين وخاتم وخاتم نعم الطابع نعم طول بفتح الطاء فضل أو غنى طائر له معنيان من الطيران ومن الطيرة طوى قيل اسم الوادي وقيل معناه مرتين أي قدس الوادي مرتين طهارة له معنيان الطهارة بالماء ومنه جنبا فاتطهروا والماء الطهور وهو المطهر والطهارة من القبائح والرذائل ومنه أناس يتطهرون طيب له معنيان اللذيذ والحلال طوفان سيل عظيم طاغوت أصنام وشياطين ويكون مفردا أو جمعا والطاغوت أيضا رئيس النصارى على قول والطاغوت كما يعرفه بعضهم كل ما تجاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع نعم طباق بعضها على بعض وطبقا عن طبق حالا بعد حال طور جبل وهو الطود الطور هو الجبل ذو الشجر الطور هو الجبل ذو الشجر أو ذو النبات آه كذا نعم طفق يفعل كذا أي جعل يفعله طائفين من الطواف وطيف من الشيطان لمم وطائف فاعل منه نعم حرف الظاء ظهر الأمر بدى وأظهره غيره أبداه وظهير معين ظاهر الرجل من امرأته وتظاهر وتظهر أي قال لها أنت عليك ظهر أمي وهو الظهار ظهر البيت أعلى وظهرته أي ارتفعت عليه ومنه فما استاعوا أن يظهروه ظلم يقع في القرآن على ثلاثة معاني الكفر والمعاصي وظلم الناس أي التعدي عليهم وهناك معنى رابع والمصنف يعني هو لا يستوعب ومنه النقص النقص من المعاني ولم تظلم منه شيئا بمعنى تنقص ظن له ثلاثة معاني التحقيق وغلبة أحد الاعتقادين والتهمة ظمئ عطش ظلال جمع ظل وظلل بالضم جمع ظلة وهي ما كان من فوق وظل بالنهار بمنزلة بات بالليل حرف الكاف كافر له معنيان من الكفر وهو الجحود وبمعنى الزرع ومنه أعجب الكفار نباته أي الزرع وتكفير الذنوب غفرانها الكفار يعني يأتي الكفار بمعنى الزرع الكفار المعنى المعروف والكفار بمعنى الزرع الذين يزرعون ويحرثون نعم كافة جميعا كرّة رجعة كبر بكسر الباء من السن يكبر بالفتح في المضارع وكبر الأمر بالضم في المضارع والماضي وكبر بضم الكافي وفتح الباء جمع كبرا وكبار بالضم والتشديد كبير مبالغة وكبر الشيء بكسر الكافي وضمها معظمه والكبرياء الملك والعظمة والمتكبر اسم الله تعالى من الكبرياء أو بمعنى العظمة نعم لو سألتكم أن يكبروا هذه مأخوذة من إيش من السن من كبر يكبر يكبر طيب كبرت كلمة هذه من عظمة بمعنى عظمة إذن نفرق بينهم معنى كبر يكبر وكبر يكبر هذه بمعنى كفل يكفل أي ضم الصبي وحضنه وأكفلنيها اجعلني كافلها كفيل نصيب كلالة هي أن يموت الرجل ولا ولد له ولا والد هذا يعني اللي يسمى الكلالة ويسألونك عن الكلالة هي انقطاع النسل لا محالة لا ولد يبقى ولا مولود فانقطع الأبناء والجدود هذا الكلالة موت الرجل نعم كاد قارب الأمر ولم يفعله فإذا نفي اختظى الإثبات كما قال تعالى مثال يعني وما كادوا يفعلوا بمعنى إيش يعني فعلوا وما كادوا هنا نفي لكن بمعنى أنهم فعلوا وما كادوا دخل النفي عليها كريم من الكرم وهو الحسب والجلالة والفضل وكريم اسم الله تعالى أي محسن أكنه أغطية وأكنان جمع كن وهو ما وقى من الحر والبرد كهل هو الذي انتهى شبابه هذه العبارة يعني فيها إطلاق واسع من المصنف والعلماء على اختلاف في تنزيل هذا الاسم الكهل من هو الكهل يعني بعضهم يقول كذا وبعضهم يقول كذا لكن عموما هو من جاوز سن الشباب ولم يصل لسن الشيخوخة جاوز سن الشباب ولم يصل إلى سن الشيخوخة يعني ما بين الثلاثين والستين ما بين الثلاثين والستين نعم أكمام الثمر والنخل جمعكم وهو ما تكون الثمرة فيه قبل خروجها أكب الرجل على وجهه فهو مكب وكبه غيره بغير ألف كهف غار بعضهم يفرق بين الكهف والغار فالكهف أوسع من الغار والغار النقب الصغير النقب الصغير كيد هو من المخلوق احتيال ومن الله مشيئة أمر ينزل بالعبد من حيث لا يشعر هذا يعني من التأويل الذي يعني وقع فيه المصنف وهذا من مما يعني وقع فيه المتكلمون وإلا فإننا نثبت ما أثبته الله عز وجل فإن الله عز وجل يكيد من كاد عباده يكيد كذلك كذنى ليوسف إنهم يكيدون كيدا وأكيدوا كيدا فنثبت ما أثبته الله سبحانه وتعالى ولا نؤول نعم من غير تحريف ولا تسبيه ولا تعطيل نعم كسفا بفتح السين جمع كسفة وهي القطعة من الشيء وبالسكون كذلك أو مفرد كبتوا أي أهلكوا أو يكبتهم يهلكهم أو يخزيهم أكمه هو الذي ولد أعمى كان على نوعين تامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع وهي ترفع الفاعل وناقصة وهي ترفع الاسم وتنصب الخبر وتقتضي ثبوت الخبر للمخبر عنه في زمانها وقد تأتي بمعنى الدوام في مثل قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما وكان ربك قديرا وشبه ذلك وهو كثير في القرآن ومعناه لم يزل ولا يزال موصوفا بذلك الوصف إذن نفرق بين كان التامة والناقصة فالتامة بمعنى حضر أو حدث أو وقع معناها كلها وجدة فهذه تكتفي بالفاعل وأما الناقصة فهي التي تحتاج إلى إيش إلى إسم وخبر تنصب الاسم وترفع الخبر هكذا يفرقون بينها نعم كأن معناها التشبيه كي معناها التعليل كم معناها التكثير وهي خبرية واستفهامية مثالها سل بني إسرائيل كم آتيناهم يعني إيش هذه إيش كم هذه هذه كم إيش لا هذه استفهامية ولا خبرية متأكدين ها ها استفهامية كم آتيناهم طيب كم أهلكنا من قبلهم وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هذه خبرية إذن نلاحظ الفرق بينهم حيانا تأتي استفهامية وحيانا تأتي خبرية نعم ما نريد نقف كثيرا عشان الوقت نعم كأي بمعنى كم وهي عند سيبويه كاف التشبيه دخلت على أي بمعنى كم يعني تفيد ما تفيد الخبرية نفس الشيء نعم كلا حرف ردع وزجر وقيل إنها تكون للنفي أي ليس الأمر كما ظننت وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى إلا لا بمعنى ألا هذا الاستفتاح تقول ألا كلا إن الإنسان لا يطغى هذا مثال وقيل إنها استفتاح كلام بمعنى ألا ألا نعم الكاف بمعنى التشبيه وبمعنى التعليل وقيل إنها تكون زائدة التشبيه مثل كالذي ينفق ماله رئاء الناس التعليل كما هداكم الزائدة ليس كمثله شيء يعني وإن كان هذا ليس محل اتفاق ليس مثل مثله شيء والله أعلم نعم أيوه حرف اللام لبس الأمر أي خلطه بفتح الباء في الماضي وكسرها في المستقبل ولبس الثوب بالكسر في الماضي والفتح في المستقبل الباب عقول وهو جمع لب لبث في المكان أقام فيه لمز يلمز أي عاب الشيء لؤلؤ جوهر لغو الكلام الباطل منه لؤلؤ جوهر ويجمع على إيش لآلئ واللؤلؤ هو الدر هو الدر نعم لغو الكلام الباطل منه والفحش ولغو اليمين ما لا يلزم لها بفتح الهاء من الله ومضارعه يلهو ولهي عن الشيء بالكسر والياء يلها بالفتح إذا أعرض عنه وألهاه الشيء إذا أشغله ومنه لا تلهكم أموالكم كل شيء شغلك عن شيء فقد ألهاك نعم لطيف اسم الله تعالى قيل معناه رفيق وقيل خبير بخفيات الأمور نعم يوصل إليهم الألطاف سبحانه وتعالى بالطرق التي تدق نعم لدى ولد معناهما عند ليت معناها التمني وغالبا ما تكون للمستحيل ألا ليت الشباب يعود يوما نعم نعم يا ليتني كنت ترابة وغيرها نعم لعل معناها الترجي في المحبوبات والتوقع للمكروهات وأشكل ذلك في حق الله تعالى فقيل جاءت في القرآن على منهاج كلام العرب وبالنظر إلى المخاطب أي ذلك مما يرتجى عندكم أو يتوقع وقد يكون معناها التعليل أو مقاربة الأمر فلا إشكال نذكر لكم هنا قاعدة يعني ذكرها بعض المحققين أن كل لعل في القرآن معناها التعليل كل لعل في القرآن معناها التعليل أي من أجل يعني إلا في موضع واحد وهو قوله تعالى وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون أي كأنكم تخلدون فبذلك يزول الإشكال الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى وهذا أفضل يعني مما ذكر لو لها معنيان التمني وامتناع شيء لامتناع غيره التمني مثل فلو أن لنا كرة فنكون هذا التمني نعم وامتناع شيء لامتناع شيء مثل يعني تقول لو جاءني لأكرمته لو زارني لأكرمته ولها يعني معاني أخرى لم يذكرها المصنف نعم لو لا لها معنيان العرض مثل لو ما العرض مثل لو ما وامتناع الشيء لوجود غيره نعم لو ما تأتينا بالملائكة مثلا وغير ذلك نعم لما لها معنيان النفي وهي الجازمة ووجود شيء لوجود غيره وأما لما بالتخفيف فهي لام التأكيد دخلت على ما وقال الكوفيون هي بمعنى إلا الموجبة بعد النفي أيها هذه لما لما مثل قولي تعالى إيش لما آتيتكم من كتاب وحكمة طيب يريد أن يفرق بين لما ولما في فرق بينهم نعم لا ثلاثة أنواع نافية وناهية وزائدة اللام خمسة أنواع لام الجر ولام كي ولام الجحود ولام الأمر ولام التأكيد في القسم وغيره وهي المفتوحة ثم إن لام الجر لها ثلاثة معان الملك والاستحقاق والتعليل وقد تأتي للتعدي إذا ضعف العامل وقد تأتي بمعنى وقد تأتي للتعدي إذا ضعف العامل يعني ذكروا لها مثال مصدقا لما معهم مصدقا لما معهم فلما ضعف العامل دخلت هذه اللام للتقوية قالوا لما ضعفت العامل دخلت هذه اللام للتقوية مصدقا لما معهم نعم للرؤية تعبرون نعم للرؤية تعبرون نعم وقد تأتي بمعنى عند نحو وأقم الصلاة لذكري وأقم الصلاة لدلوك الشمس ولا مكي معناها السببية والتعليل وقد تأتي بمعنى الصيرورة في العاقبة نحو فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا وقد تأتي بمعنى أن المصدرية ومنه يريد الله ليبين لكم حرف الميم مرض الجسد معروف ومرض القلب الشك في الإيمان والبغضة في الدين المن شبه العسل وقيل خبز النقي والسلوى طائر والمن أيضا الإنعام المن هذا كان ينزل على الأشجار يشبه العسل فيأخذونه ويأكلونه لكنهم بطروا نعم والمن أيضا الإنعام والمن أيضا العطية والمن أيضا القطع ومنه أجر غير ممنون أماني جمع أمنية ولها ثلاثة معاني ما تتمناه النفس والتلاوة والكذب وكذلك تمنى له هذه المعاني الثلاثة الكذب مثل إيش إلا أماني لا يعلمون الكتاب إلا أماني نعم ملأ القوم أشرافهم وذو الرأي منهم يقولون كلمة ملأ أصلها يعني أنهم يملؤون العين مهابة يملؤون المجلس يملؤون المجلس ويملؤون العين مهابة مثل بفتح الميم والثا له أربعة معاني الشبيه والنظير ومن المثل المضروب وأصله من التشبيه ومثل الشيء حاله وصفته والمثل من الكلام الكلام الذي يتمثل به ومثل الشيء بكسر الميم شبهه مرية شك ومنه الممترين أي الشاكين وفلا تماري من المراء وهو الجدال أملى لهم أمهلهم وزادهم مهاد فراش مد يمد أي أملى وقد تكون بمعنى زادة مثل أمد بالألف من المداد مضغة قطعة لحم إملاق فقر مريد ومارد من العتو والضلال مكانه بمعنى مكان أو من التمكين والعز ومنه مكين مواخر فواعل من المخر يقال مخرت السفينة إذا جرت تشق الماء مجيد من المجد وهو الكرم والشرف مقت هو الذم أو البغض على فعل القبيح معين ماء جار كثير وهو من قولك معنى الماء أي كثرة وقيل هو مشتق من العين ووزنه مفعول فالميم زائدة وقيل معين بمعنى يرى بالعين يعني معين يرى بالعين من العين نعم مريج مختلط والمارج لهب النار من قولك مرج الشيء إذا اضطرب وقيل من الاختلاط أي خلط نوعين من النار مرج البحرين أي خلى بينهما وقيل خلطهما وقيل أفاض أحدهما في الآخر مهل فيه قولان دردي الزيت وما أذيب من النحاس منون له معنيان الموت والدهر مس له معنيان اللمس باليد وغيره والجنون من أربعة أنواع شرطية وموصولة واستفهامية ونكرة موصوفة ما إذا كانت اسما فلها ستة أنواع شرطية وموصولة واستفهامية وموصوفة وصفة وتعجبية وإذا كانت حرفا فلها خمسة أنواع نافية ومصدرية وزائدة وكافة ومبهمة من لها ستة أنواع لابتداء الغاية ولجملة الغاية وللتبعيض ولبيان الجنس وللتعليل وزائدة مهما اسم شرط هذه تراجعون إن شاء الله في كتب اللغة نعم حرف النون نظر له معنيان من النظر ومن الانتظار فإذا كان من الانتظار تعدى بغير حرف ومن نظر العين يتعدى بإلى ومن نظر القلب يتعدى بفي أنظر بالألف أخر ومنه أنظرني ومن المنظرين وفنظرة إلى ميسرة نظرة بالضاد من التنعم ومنه وجوه يومئذ ناظرة أي ناعمة وأما إلى ربها ناظرة فهو من النظر نعمة بفتح النون من النعيم وبكسرها من الإنعام أنعام هي الإبل والبقر والغنم دون سائر البهائم ويجوز تذكيرها وتأنيثها ويقال لها أيضا نعم نعم كلمة مدح ويجوز فيها كسر النون وفتحها وإسكان العين وكسرها وقد قرأ بها نعم ونعم نعم بفتح العين والنون كلمة تصديق وموافقة على ما قبلها من نفي أو إثبات بخلاف بلى فإنها للإثبات خاصة ويجوز في نعم فتح العين وكسرها أو هذه التي قرأ بها نعم هذه التي أما السابقة فهي كلمة مدح نعمة 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 نعم ند هو المضاهي والمماثل والمعاند وجمعه أنداد أنذر أعلم بالمكروه قبل وقوعه ومنه نذير ومنذر والمنذرين وكيف نذير أي إن ذاري فهو مصدر ومنه عذابي ونذر والنذر بغير ألف ومنه أو نذرتم من نذر وليوف نذورهم نكال له معنيان العقوبة والعبرة نجى بتشديد الجيم له معنيان من النجاة ومن النجوة وهي الموضع المرتفع ومنه ننجيك ببدنك على قول يعني نجعلك على نجوة نجوة من الأرض نعم المرتفع من الأرض نجوة معناه كلام خفي ومنه ناجا وقربناه نجيا وقيل إنه يكون بمعنى الجماعة من الناس في قوله وإذ هم نجوة وقد يحمل ذلك على حذف مضاف تقديره وإذ هم أصحاب نجوة نسيان له معنيان الذهول ومنه إن نسينا أو أخطأنا والترك ومنه نسوا الله فنسيهم نسخ له معنيان الكتابة ومنه نستنسخ ما كنتم تعملون والإزالة ومنه ما ننسخ من آية أو ننسها نصر بالصاد المهملة معروف وبالسين اسم صنم ويعوق ونسرا واسم طائر أيضا نشور خروج الناس من القبور يقال أنشرهم الله فنشروا والرياح نشرا لأنها تنشر السحاب نشوز بالزاي له معنيان شر بين الرجل والمرأة وارتفاع ومنه أنشزوا أي قوموا من المكان نزل بضمتين رزق وهو ما يطعم الضيف أو ما يطعم الضيف نأى أي بعد عنه ومنه وينأون عنه نكس رجع إلى وراء نفر نفورا عن الشيء ونفر ينفر بضم المضارع ومنه نفرت الدابة ونفر ينفر بكسر المضارع نفيرا أي أسرع وجد ومنه انفروا في سبيل الله نبأ خبر ومنه اشتقى النبيء بالهمز وترك الهمز تخفيفا وقيل إنه عند من ترك الهمزة مشتق من النبوة وهي الارتفاع النبأ هو الخبر العظيم نطفة أي نقطة من ماء ومنه خلقكم من تراب ثم من نطفة يعني من المني أناب إلى الشيء رجع ومال إليه ومنه منيب نفد ينفد أي تم وانقطع نهر بفتح الهاء الوادي ويجوز الإسكان نهر وأما السائل فلا تنهر فهو من الانتهار وهو الزجر منير من النور وهو الضوء حسا أو معنى نصب بضمتين وبضم النون أو النصب وإسكان الصاد وبفتح النون وإسكان الصاد نصب بمعنى واحد وهو حجر أو صنم كان مشركون يذبحون عنده وجمعه أنصاب نصب بفتحتين تعب ومسني الشيطان بنصب أي بلاء وشر نقم الشيء ينقمه أي كرهه وعابه نضيد أي منضود بعضه إلى بعض نكير إنكار ويقال نكر الشيء وأنكره بمعنى نسل بمعنى أسرع ومنه ينسلون من النسلان وهو الإسراع في المشي مع قرب الخطاء حرف الصاد صراط هو في اللغة الطريق ثم استعمل في القرآن بمعنى الطريق الدينية وأصله السين ثم قلبت صادا لحرف الإطباق بعدها وفيه ثلاث لغات بالصاد صراط وبالسين صراط وبين الصاد والزاي الصراط نعم وقد قرأ بالثلاثة صراط والصراط والإشمال نعم صلاة إذا كانت من الله فمعناها رحمة وإذا كانت من المخلوق فلاها معنيان الدعاء والأفعال المعلومة وقال أبو العالية الصلاة من الله ذكره عبده في الملأ الأعلى نعم صوم أصله في اللغة الإمساك مطلقة ثم استعمل شرعا في الإمساك عن الطعام والشراب وقد جاء بمعنى الصمت في قوله إني نذرت للرحمن صوما لأنه إمساك عن الكلام صدقة يطلق على الزكاة الواجبة وعلى التطوع ومنه إن المصدقين والمصدقات بالتشديد أي المتصدقين وأما أإنك لمن المصدقين بالتخفيف فهو من التصديق صدقة بضم الدال صداق المرأة ومنه وآت النساء صدقاتهن نحلة والصدق في القول ضد الكذب والصدق في الفعل حسن النية فيه والصدق في القصد العزم الصادق صعد يصعد أي ارتفع وأصعد بالألف يصعد بالضم أي أبعد في الهروب ومنه إذ تصعدون وصعيدا طيبا أي ترابا والصعيد وجه الأرض صد له معنيان فالمتعدي بمعنى منع غيره من شيء ومصدره صد ومضارعه بالضم وغيره بمعنى أعرض ومصدره صدود صار له معنيان من الانتقال ومنه تصير الأمور والمصير وبمعنى ضم مضارعه ومضارعه يصور ومنه فصرهن إليك صاعقة لها ثلاثة معان الموت وكل بلاء يصيب وقطعة نار تنزل من شدة الرعد والمطر وجمعها صواعق أصر على الذنب يصر إصرارا دام عليه ولم يتب منه صواع مكيال وهو السقاية والصاع وسواع بالسين اسم صنم وهو السقاية والصاع وسواع بالسين اسم صنم صابئين قوم يعبدون الملائكة ويقولون إنها بنات الله ويقولون إنهم يرون تأثير الكواكب وفيه لغتان الهمز وتركه صابين صابئين من صبأ إلى الشيء إذا مال إليه تصطلون تفتعلون من صلي بالنار إذا تسخن بها والطاء بدل من التاء اصطفى أي اختار وأصله من الصفى أي اتخذه صفيا صغار بفتح الصاد ذلة ومنه صاغرون والصغير ضد الكبير صدف عن الشيء يصدف أعرض عنه صريخ مغيث ومنه ما أنا بمصرخيكم أي بمخلصكم نعم صلصال طين يابس فإذا مسته النار فهو فخار صرح قصر وهو أيضا البناء العالي حرف الضاد ضرب له أربعة معان من الضرب باليد وشبهه ومن ضرب الأمثال ومن السفر ومنه ضربتم في الأرض ومن الالتزام ومنه وضربت عليهم الذلة أي ألزموها وفضربنا على آذانهم أي ألقينا عليهم النوم وفنضرب عنكم الذكرى أي نمسك عنكم التذكير ضاعف الشيء كثرة ويجوز فيه التشديد وضعف الشيء بكسر الضاد مثله وقيل مثله والضعف أيضا العذاب والضعف بالضم ويجوز فيه الفتح ضر بفتح الضاد ضر وضمها بمعنى واحد وكذلك الضير بالياء ومنه لا يضركم كيدهم لا يضركم ولا يضركم لا يضركم ولا يضركم نعم والضراء ما يصيب من المرض وشبهه ضحى أول النهار والفعل منه أضحى وأما ضحى بكسر الحاء وأما ضحي ضحية بكسر الحاء يضحى في المضارع فمعناه برز للشمس وأصابه حرها ومنه لا تضمأ فيها ولا تضحى ضيف يقال للواحد والاثنين والجماعة ضيق بكسر الضاد مصدر وبفتحها مع إسكان الياء تخفيف من ضيق المشدد كميت وميت من ضيق من ضيق المشدد كميت وميت والعلماء لهم أقوال في التفريق بينه الكسر والفتح في ضيق 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 وضيق نعم حرف العين نعم عاذ بالله يعوذ أي استجار به أي استجار به ولجأ إليه ليدفع عنه ما يخاف ويقال أيضا استعاذ يستعيذ ومنه عذت بربي وربكم وما عاذ الله العالمين جمع عالم وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله تعالى وقيل العالمين الإنس والجن والملائكة لجمعه جمع العقلاء وقيل الإنس خاصة لقوله أتأتون الذكران من العالمين يعمهون يتحيرون في ضلالهم والعمه الحيرة عدل يعدل عدلا ضد جارا وعدل عن الحق عدولا وعدلت فلانا بفلان سويت بينهما ومنه بربهم يعدلون والعدل له ثلاثة معان ضد الجور والفدية ومنه ولا يقبل منها عدل وإن تعدل كل عدل ومثل الشيء ومنه أو عدل ذلك صياما عزيز اسم الله تعالى معناه الغالب وعز غلب ومنه وعزني في الخطاب أي غلبني والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة ومنه فعززنا بثالث أي قوينا وقيل العزيز العديم المثل المثل العديم المثل وقيل العزيز العديم المثل عفى له أربعة معان عفى عن الذنب أي صفح عنه وعفى أسقط حقه ومنه إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده وعفى القوم كثروا ومنه حتى عفوا وعفى المنزل درس درس يعني ذهب أثره وتقادم عهده عفو له ثلاثة معان الصفح عن الذنب والإسقاط والسهل من غير كلفة ومنه ماذا ينفقون قل العفو عين له في القرآن معنيان العين المبصرة وعين الماء وله في غير القرآن معان كثيرة مثل الذهب وطليعة الجيش وأهل البلد وغير ذلك في غير القرآن له معاني وغير ذلك نعم عين بكسر العين واسعات العيون وهو جمع عينا عنت معناه الهلاك أو المشقة ومنه ولو شاء الله لأعنتكم أي لأهلككم أو ضيق عليكم ولعنت أيضا الزنا ومنه ذلك لمن خشي العانة منكم وأما وعنت الوجوه فليس من هذا لأن لامه واو فهو من عنا يعنو إذا خضع إذن يعني يريدنا أن نفرق بين هذا وهذا حتى لا يشتبه الأمر عانة الوجوه ليست مثل لأعنتكم والعنت نعم بل هنا بمعنى خضع عاقبا له معنيان من العقوبة على الذنب ومن العقبى ومنه وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم أي أصبتم عقبا أعجاز نخل أصولها أعجز الشيء إذا فات ولم يقدر عليه ومنه وما هم بمعجزين وما كان الله ليعجزه من شيء وأما معاجزين بالألف فمعناه مسابقين عالى يعيل عيلة أي افتقر ومنه وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله ووجدك عائلا فأغنى وعال يعول عدل عن الحق وعال يعول أيضا كثر عياله والأشهر أن يقال في هذا المعنى أعالى بالألف عرج يعرج بفتح الراء في الماضي وضمها في المضارع صعد وارتقى ومنه المعارج وعرج بالكسر في الماضي والفتح في المضارع صار أعرج عتبا معناه الرضا ومنه فما هم من المعتبين ولا هم يستعتبون والعتاب العذل العذل أعدى بالألف يسر الشيء وهيئه وعدى بغير ألف من العدد عرش سرير الملك ومنه ورفع أبويه على العرش وأهكذا عرشك وعرش الله فوق السماوات وتعرشون تبنون وعلى عروشها سقوفها عورة أصل معناه الانكشاف فيما يكره كشفه ولهذا قيل عورة الإنسان وثلاث عورات أي أوقات انكشاف وبيوتنا عورة أي خالية معرضة للسرار عاقر له معنيان المرأة العقيم واسم فاعل من عقر الحيوان أيضاً يقال للرجل عاقر يقال للرجل عاقر الذي لا يولد له ولد نعم عبر يعبر له معنيان من عبارة الرؤية ومنه إن كنتم للرؤية تعبرون ومن الجواز على الموضع ومنه عابري سبيل عمون جمع عم وهو صفة على وزن فعل بكسر العين من العمى في البصر أو في البصيرة على يعلو تكبر ومنه قوماً عالين وعلا في الأرض والعلي اسم الله والمتعالي والأعلى من العلو بمعنى الجلال والعظمة وقيل بمعنى التنزيه عما لا يليق به أيضاً نفس الشيء نثبت له سبحانه وتعالى أنه مستوى على عرشه بائن من خلقه استواء يليق بجلاله وعظمته نعم كما نثبت له جميع الصفات التي أثبتها لنفسه في كتابه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم نعم عزب الشيء غاب ومنه وما يعزب عن ربك أي لا يخفى عنه عصبة جماعة من العشرة إلى الأربعين وقال الفراء عشرة فما زاد يعني العصبة عشرة فما زاد علقة واحدة العلق وهو الدم عاصف ريح شديدة عصف ورق الزرع حرف الغين غشاوة غطاء إما حقيقة أو مجاز غمام هو السحاب غلف جمع أغلف وهو كل شيء جعلته في غلاف ومنه قلوبنا غلف أي قلوبنا محجوبة غرفة بضم الغين لها معنيان المسكن المرتفع والغرفة من الماء بالضم وبالفتح الغرفة المرة الواحدة ووردت فيها قراءتان غرفة وغرفة في قوله تعالى إلا من اغترف غرفة بيده وغرفة بيده طيب غادر ترك ومنه فلم نغادر غل يغل من الغلول وهو الخيانة والأخذ من المغنم بغير حق والغل الحقد أغلال جمع غل بالضم وهو ما يجعل في العنق ومنه مغلولة غلاء يغلو من الغلو وهو مجاوزة الحد والإفراط ومنه لا تغلو في دينكم أي لا تجاوز الحق غائط المكان المنخفض ثم استعمل في حاجة الإنسان غشي الأمر يغشى بالكسر في الماضي والفتح في المضارع معناه غطى حساً ومعنى ومنه والليل إذا يغشى لأنه يغطي بظلامه وينقل بالهمزة والتشديد فيقال غشى وأغشى ومن فوقهم غواش يعني ما يغشاهم من العذاب أو يصيبهم ومنه غاشية من عذاب الله والغاشية أيضاً القيامة لأنها تغشى الخلق غبر له معنيان ذهب وبقي ومنه عجوزاً في الغابرين أي في الهالكين الذاهبين أو في الباقين في العذاب غرور بضم الغين مصدر وبفتحها غرور اسم فاعل مبالغة ويراد به إبليس الغرور هو كل ما يغر هو الشيطان وكل ما يغر الشيطان وكل ما يغر غاض الشيء نقص ومنه وغيض الماء وتغيض الأرحام وغاض يغيض بالضاء المشالح من الغيض يقول بالضاء المشالح حتى يفرِّخ بينه وبينما قبلها الغاضة وهناك قال الغاضة والضاء المشالة هي التي فيها عصى مشال يقولون هكذا هي التي فيها عصى مشال مرفوع يعني هكذا الألف الألف هذه غاضة والألف نعم غاضة من الغيض نعم غور أي غائر من غار الماء إذا ذهب غرام عذاب ومنه إنا لمغرمون والمغرم غرم المال ومنه من مغرم مثقلون حرف الفاء فرقان مفرِّق بين الحق والباطل ومنه يجعل لكم فرقانا أي تفرقة ولذلك سمي القرآن بالفرقان فئة جماعة من الناس فصال فطام من الرضاع فضل له معنيان الإحسان والربح في التجارة وغيرها ومنه يبتغون من فضل الله فسق أصله الخروج وتارة يرد بمعنى الكفر وتارة بمعنى العصيان فتنة لها ثلاثة معان الكفر والاختبار والتعذيب نريد مثال على هذا فتنة لها ثلاثة معاني الكفر والاختبار والتعذيب مثل ليش والفتنة وشد من القتل إيش معناها الكفر أي نعم اللي هو شرك شرك نعم وكذلك حسب الناس أن يقولوا أمن حسب الناس أن يقولوا أن يتركوا أن يقولوا أمن وهم لا يفتنون أن يتركوا أن يقولوا أمن وهم لا يفتنون هذا إيش هو هذا هذا الاختبار طيب ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا هذا إيش بمعنى إيش بمعنى لا بمعنى حجتهم هل ذكرها إذن هناك معاني أخرى يعني لم يذكرها كما سبق أن المصنف لا يستوعب لا يستوعب يعني المعاني طيب إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات يعني أحرقون بالنار إذن يعني هناك معاني أخرى جزاكم الله خير ثلاثة عشر معنى ثلاثة عشر معنى ذكرها ابن المدش ابن الجوزي يعني ذكر يقول الآخ ثلاثة عشر معنى طيب فاء يفيء أي رجع فلك بضم الفاء سفينة ويستوي فيه المفرد والجمع فلك بفتحتين القطب الذي تدور به الكواكب فزع له معنيان الخوف والإسراع ومنه إذ فزعوا فلا فوت فرح له معنيان السرور والبطر فاحشة وفحشاء هي كل ما يقبح ذكره من المعاصي فرض له معنيان الوجوب والتقدير فتح له معنيان فتح الأبواب ومنه فتح البلاد وشبهها والحكم ومنه افتح بيننا وبين قومنا ويقال للقاضي فتاح واسم الله تعالى الفتاح قيل الحاكم وقيل خالق الفتح والنصر انفضوا أي تفرقوا فطره خلقه ابتداء ومنه فاطر السماوات والأرض ومنه فطرة الله التي فطر الناس عليها وفطرة الله الخلقة التي خلق الناس عليها وأفطر بالألف من الطعام فطور شقوق ومنهم فطرت أي انشقت ويتفطرن فج طريق واسع وجمعه فجاج فارت النور يقال لكل شيء هاج وغلى حتى فاض ومنه وهي تفور وقولهم فار ومنه وهي تفور وقولهم فارت القدر وقولهم فارت القدر نعم فوج جماعة من الناس وجمعه أفواج فاكهين من التلذذ بالفاكهة أو من الفكاهة وهي السرور والله طيب فؤاد هو القلب وجمعه أفئدة استفز يستفز أي استخف نعم فقه فهم ومنه لا يفقهون وما نفقه كثيرا نعم في حرف جر بمعنى الظرفية وقد تكون للتعليل وقد تكون بمعنى مع وقيل بمعنى على بالتعليل لمثل ليش مثلا تعليل مثال يعني عشان لو خرج منها فإنك رجيم مثال يعني طيب ثلاثة أنواع عاطفة ورابطة وناصبة للفعل بإضمار أن ومعناها الترتيب والتعقيب والتسبب طيب حرف القاف قرآن له معنيان القرآن العزيز ومصدره قرأ أي تلا ومنه إن علينا جمعه وقرآنه القرآن العزيز ومصدره قرأ أي تلا أين الثاني يقصد القرآن ويقصد التلاوة لأي شيء يعني فيك نقص في الكلام صح قنوت له خمسة معان العبادة والطاعة والقيام في الصلاة والدعاء والسكوت قضاء له سبعة معان الحكم والأمر والقدر السابق وفعل الشيء والفراغ منه والموت والإعلام بالشيء ومنه وقضينا إليه ذلك الأمر قدر له خمسة معان من القدرة ومن التقدير ومن المقدار ومن القدر والقضاء وبمعنى التضييق نحو فقدر عليه رزقة أو فقدر عليه رزقة فقدر عليه رزقة وقد يشدد الفعل ويخفف والقدر أو القدر بفتح الدالي وإسكانها القضاء والمقدار وبالفتح لا غير من القضاء قام له ثلاثة معان من القيام على الرجلين ومن القيام بالأمر بتدبيره وإصلاحه ومنه الرجال قوامون على النساء وقام الأمر ظهر واستقام طيب نقف ونستكمل إن شاء الله بعد المغرب إذن لله تعالى بارك الله فيكم بزاكم خيرا صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين